أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي نفدته قوات الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضباء النفطي في مدينة المكلة بمحافظة حضرموت جنوبي شرق اليمن وفي بيان الوزارة الخارجية حملت مصر قوات الحوثي مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن وعرقلة جهود تجديد الهدنة مؤكدة ضرورة تخلي قوات الحوثي عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعدة الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة على النحو الذي يمهد الطريق إلى تواصل الوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام بهود التسوية السياسية كما حذر البيان من مغبة استغلال أي طرف الظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني الشقيق